الراديو 9090 هواها مصري فهو برضو حامل اللقب البطولة اللي قابليها بعد الفوز على الاهلي لما اه اتكلمنا على الموضوع ده فاذا انت بتتكلم على فرقة اه متمرسة في الوصول للمباراة النهائية يعني الزمالك هيصطدم بفرقة متمرسة او الجيل ده او المدرب ده عارف ازاي يوصل للمباراة النهائية فدي اول حاجة في حد ذاتها صعبة صحيح الزمالك وصل اللي فاينال السنة اللي فاتت وهو فاينال الكونفدرالية وكسب البطولة لكن دوري ابطال افراقيا حاجة والكونفدرالية حاجة اه تانية خالص الترجي من افضل فرق افراقيا معا مدير فني شاب يبقى باعتبره شاب يعني اه معين الشعباني ومدرب كويس جدا في حين ان الزمالك الناحية التانية زي ما انت قلت اه في المقدمة قبل ما نطلع لفاصل الزمالك بيغير لعيبة كتير وبيغير كمان اجهزة فنية اه كتير العكس تماما فيه الترجي التونسي المدير الفني او الجهاز الفني بالكامل مستقرة مع الفريق بقاله فترة اه طويلة الترجي التونسي باعتبر الجيل ده كسر كل حاجز عنده اعتقد يعني اه كسب اهلي قبل كده في فاينالتلاتة رح يستطم في كاس العالم للاندية فخلص يعني ما عندوش حتة حاجز او رهبة او خوف او حاجة من اي فريق حتى وزي ما احنا بنتكلم انه مباراة السوبر كمان هتحدد الاجواء اللي حيلعب اه عليها الزمالك طيب والفرقتين كتاب مفتوح ابراهيم يعني لو كلمتيني على فرقة فافراكيا ممكن اقولك الموضوع صعب شوية وفرقة مغمورة هتحتاج هتبزل مجهود كبير عشان تجيب اه ماتشاط تتفرج عليها للفرقة دي لكن الترجي كتاب مفتوح وانت متفرج عليه بدل المباراة اثنين وثلاثة طبعا المغمط كده اقولكو من توقعاتي احنا بنتكلم في شهر فبراير ده ان هو شهر الطحن يعني بالنسبة لي ده شهر الطحن مبدئين كده بسم الله الرحمن الرحيم انت بتتكلم اه الفرق المصرية ومواجهتها تبقى عاملة زي الاهلي حيلعب زي ازهابا وايابا في الشهر ده الزمالك حيلعب الترجي ثلاث مرات في السوبر الافريقي ومرتين في دوري ابطال افريقية وازيلك من الشعر بيت السوبر المصرية حتلاقي بيوم عشرين اللي متأكد منه ان ولا انت مش معايا لا بص ده اعاوز ازيدك بقى من الشعر بيت تعارف الزمالك عنده علقة مع الاسماعيلي برضو كمان هيلاعب الاسماعيلي الزمالك عنده الاسماعيلي هيخلص الاسماعيلي يسافر على قطر عنده الترجي يطلع من قطر على الامارات عنده الاهلي يرجع من الامارات على مصر عنده الاهلي بعد اربعة ايام تاني الاهلي بقى باربعة ايام ده الاهلي هو المطش بتاع الاهلي اللي هو بعدية باربعة ايام ده 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 انا بقول لك اهو مش هتلعب. اه انت قصدك هيتأجل. هيتأجل. على الورق لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها ده الجديد. هكمل لك. الفرقتين هيجي على هواهم جدا. وهدغطوا هم اكمل لك بس. ماشي. هيبقى عنده الاهل ارجعنا للدور المحلي. بعد ايه واربعة ايام هيقابل الاهلي. خلص الاهلي. هيدخل على. اكمل لك بس. راهن ولا ما تراهنش? لا مش هراهن. مش هراهن? لا ما اتحاد الكرة ايه. اتحاد الكرة راهن معاه. انت بتهزر ولا ايه? اوكي. لا طبعا. اكيد ما راهنش. ممكن نقفش زبون ولا حاجة. اراهن ان اتحاد الكرة هيتمسك بالجدول. ده يعني ده عبدالعلى على طول مقلبني ومن فيش ايه حاجة. حاوز اي حد تعرف تقليبه. كده هستنزل المعبن استنزبون الصفح ايه. لا طبعا. فيش فاير grappling. هيرجع للدوري المحلي هنا هيلعب الاهلي. مان. يخلص الاهلي لعب زهاب الترجي في دور التمانية. مان. يخلص زهاب الترجي. يلعب بيرامدز في الدوري المحلي. يخلص بيرامدز في المحلي. يقابل العودة بتاع الترجي هناك في تونس في رادس. مان. في العودة بتاع دور التمانية اللي هو يعني جمهور الزمالك زمانه بيقول ايه يا كابتن 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 كله ضرب ضربة مفيش شتيمة لأ مشوار مشوار تقيل قوي وهيبين يا ابراهيم قوة فرقة الزمالك وان هي تقدر تجاري كل ضغط المباريات دي ومش ضغط مباريات بس ده ضغط مباريات مع مباريات تقيلة فنيا مباريات تقيلة بكلمك في اسماعيلي في ترجي وبعدين من قطر على الاهلي هيروحوا على الامارات يلعبوا الاهلي وبعدين يرجعوا قابلوا الاهلي تاني وبعدين اللعبوا زهاب الترجي وبعدين يرجعوا البيراميد وبعدين ترجي ايه ده في ايه